من الخرطوم ينضم لينا محي دين جبريل مراسل الغد إذن محي طبيعة القوى العسكرية المشتركة التي يمكن تقام بين البلدين وكذلك أهم الملفات التي تم منقشتها في هذا الأمر نعم وائل القوى المشتركة السودانية التشادية مطلوب من هذه الاجتماعات أو اللقاءات تنشيطها فقط بطبيعة الحال تغيرت الرئاسة في تشاد بعد مقتل دبي وتغير الوضع في الخرطوم بعد الإطاحة بنظام البشير الرجلان كان قد أسس هذه القوى المشتركة بعد طول خصومة ومناوشات عسكرية بين البلدين إلى أن رأت النور ودشنت عملها بالفعل في مطلع العام 2009 برئاسة مشتركة للجيشين التشادي والسوداني وكانت الرئاسة دورية للبلدين بالتناوب استمر الوضع هذه القوى كانت تؤمن الحدود ابتداء من المثلث الحدودي مع ليبيا وانتهاءا بالمثلث الحدودي مع أفريقيا الوسطى في منطقة أمدافوغ بغرب دارفور البلدان الآن ربما طبيعة هذه القوات ستكون مختلفة بعد أن حل السلام في إقليم دارفور يمكن أن نقول نسبيا بعد توقيع اتفاق السلام في جباب بالإضافة إلى إذا ما صح التعبير الهزيمة التي ألحقتها الحكومة التادية بحركات التمرد وتمحورها تمركزها فقط في الجانب الشمالي من البلاد الجانب الشرقي مع الجانب السوداني سيكون معبرا وممرا تجاريا كما هو فاتح الآن هناك معابر تجارية في منطقة الطينة الحدودية بين تشاد وولاية شمال دارفور إضافة إلى مواقع أخرى من بينها بوابة أدرأ الحدودية بالقرب من مدينة الجنينة هذه القوات سيكون دورها مختصر في تأمين الحدود تأمين القوافل التجارية حيث لا توجد طرق برية معبدة بين البلدين على الرغم من أن حركة التجارة هناك في هذه المنطقة تعتبر كبيرة نسبيا نسبيا إن كان معظمها تهريب لكن ربما ذلك يحتاج إلى ضبط أكثر طبيعة هذه القوات ستكون تأمين العمليات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شكرا لك محيد دين جبريل مراسل غد كنت معنا من الخرطوبة